اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة في الهندسة الفرعية تعرفنا في الحلقة اللي فاتت على نظرية واحد واهم النتائج بتاعتها وشوفنا مدى تطبيق نظرية واحد ونتائجها في حل المسائل النهاردة بنتابع ايضا توازي مستقيم مع مستوى بنشوف النهاردة تمرين مشهور بيسمى بنظرية تاليس العامة في الفراغ وبنشوف ايضا نظرية اتنين تعالوا كده نتابع مع بعض اهم التمرين المشهور وايضا نظرية اتنين ونشوف ماذا تطبيقها في حل المسائل والتمرين تعالوا نشوف مع بعض بنقول تمرين المشهور نظرية تاليس في الفراغ بنقول اذا قطعت هنكتب مع بعض ده لانه طبعا ده بيجي لك ايضا في صورة اكمل في اخر العام بنقول اذا قطعت عدة مستويات متوازية بمستقيمين فان اطوال القطع المستقيمة المحصورة بينهم تكون متناسبة يعني لو انا عندي مثلا نهوان في الشكل عندي المستوى سين بيوازي المستوى صاد بيوازي المستوى عين وجنت قطعت المستويات دي بمستقيم لم واحد في النوعات اللي هي الف وبه وجيم على الترتيب وعندي ايضا مستقيم اخر لم اتنين قطع المستويات سين وصاد وعين في النوعات الثلاثة اللي هي دال وهي واو على الترتيب فالتمرين بيقول ايه بنقول انه اذا عندي الف بيه على بيه جيم دا يساوي دال هي على هي واللي هي تساوي النسب او تناسب القطع المتنظرة طيب تعالوا نطبق الكلام ده في المثال التالي بنقول سين وصاد وعين ثلاثة مستويات متوازية قطعها المستقيم لام في النقط الف وبه وجيم على الترتيب وقطعها المستقيم كاف في النقط دال وهي واو ايضا على الترتيب فاذا كان الف واو يقطع المستوى صاد في نقطة نون وكان الف به الى به جيم بيشو ثلاثة الى اتنين بيقول لي اثبت انه تلاتة جيم واو زائد اتنين الف دال الكلام ده بيساوي خمسة مضروبة فيه به نون زائد نون هي طيب تعالوا نرسم كده الشكل مع بعض انا عندي المستويات اللي هي سين وصاد وعين تلات مستويات متوازية هنطعم بالمستقيمين لام والكاف زي ما احنا شايفين في الرسم طبعا لام بيقطع سين وصاد وعين في الف وبه وجيم والكاف بيقطع المستويات التلاتة في دال وهي واو هنوصل هنا الف واو هيبع عندي هنا الشكل ده هنطبق فيه بقى النظرية واحد اللي احنا شفناها في الحلقة الفاتت نظرية واحد اللي هو هيبع عندي تشابه مسلسين يعني نحاول نشابه مسلسين في الشكل الاولان اللي هو الف به نون والف جيم واو وايضا بنشابه المسلسين اللي هو واو نون هي وواو آلف ديل لما نشابه المسلسات دي بنتستنتج طبعا تناسب الأضلع وبالتالي هنوصل للحل دي كده الفكرة الأساسية بتاعت الحل تعالوا كده نتبعه هنقول عندي آلف جيم وآلف واو دول بيكوناني مستويا بيقطع المستويين المتوازيين اللي هو صاد وعين في بيهنون واجيم واو هنستنتج من كده ايه نستنتج ان بيهنون هتوازي جيم واو وبالتالي يبقى عندي في التوازي بيتبعه تشابه مسلسات يبقى معنى كده انه هيبقى عندي المسلس آلف بهنون هيشابه المسلس آلف جيم واو طيب تعالوا نكتب النسب مع بعض واشوف النسب اللي هي المطلوبة في حل المسال انا عندي هنا ثلاث نسب زي ما احنا عارفين في التشابه فانا باخد النسبتين اللي هم يعنوني في او المعنيين في حل التمرين فعندي يبقى بهنون على جيم واو هيساوي النسبة اللي هي آلف بيه على آلف جيم عواض يبقى بيساوي ثلاثة على خمسة طيب تعالوا كده نضرب طرفين فوساطين يبقى ثلاثة جيم واو هتساوي خمسة بهنون اسمي دي معادلة رقم واحد وبالتالي يبقى عندي المسلس اللي هو واو نون هي ده بيشابه المسلس واو آلف دال طيب نكتب النسبة مع بعض يبقى عندي آلف دال على نون هي حيساوي آلف واو على نون واو حيساوي آلف جيم على بي جيم وبالتالي حيساوي خمسة على اتنين لما نعوض بالأطوال الموجودة في المسل طيب تعالوا نضرب كده طرفين فوساطين يبقى اتنين آلف دال حيساوي خمسة نون هي ده سمي دي رقم اتنين عند المعادلة واحد والمعادلة اتنين لو جمعنا المعادلتين مع بعض هنجمع الطرف الايمن على الايمن والايصر على الايصر يبقى عندي في الطرف الايمن ثلاثة جيم واو زائد اتنين آلف دال حيساوي الطرف الايصر عبارة عن خمسة بيه نون زائد خمسة نون هي طيب اخد خمسة في عام المشترك في الطرف الايصر يبقى حيساوي خمسة في بيه نون زائد نون هي وظن ده هو المطلوب اثباته طيب تعالوا كده عزاء ايضا ناخد المسال ده مع بعض نطبق في التمرين المشهور واو نحن نستخدم ايضا نظرية واحد اللي احنا قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت ونتائجها كل ده بيشكل مجموعة الحل اللي التمرين اللي هي اللي احنا بصدادها في التوازي تعالوا كده نشوف في المسال ده بيقول ليه في الشكل المقابل هنرسم الشكلة هون عندي طبعا ده سين المستوى السين بيوازي المستوى صاد والف دال مستقيم بيقطعهما في بيه و جيم على الترتيب بحيث كان الف بيه الى بيه جيم الى جيم دال الكلام ده بيساوي خمسة الى اربعة الى تلاتة وعندي الف واو ويقطع المستويين اللي هم سين و صاد في النقطتين هه و واو على الترتيب وعندي ايضا المستقيم دال نون بيقطع المستويين صاد و سين في ميم و نون على الترتيب بيقول لي اسبت انه واحد واشرين بيه مضروب في جيم ميم بيساوي خمسة جيم واو مضروب فيه بهنون طيب نفكر كده مع بعض ايضا يعني استخدم النسبة بتاعت التمرين المشهور يا اما حنستخدم هنا عملية التوازي و نستخدم فيها التوازي ده حي طبعا بيدل على او بنستنتج منه عملية تشابه المسلسين وبالتالي نكتب النسب بتاعتنا و نوصل للحل ان شاء الله فانا عندي هنا المستوى الف جيم واو بيقطع المستويين المتوازين سين و صاد في بهه و جيم واو على الترتيب طيب وبعدين حنستنتج من كده ايه حنستنتج من كده ان بهه ده بيوازي جيم واو وبالتالي نكتب النسبة بتاعتنا يبقى به على جيم واو اللي حيساوي الف به على الف جيم نعوض عن الف به و الف جيم اللي حيساوي خمسة على تسعة و اسم ده ايضا رقم واحد طيب تعالوا نشوف المستوى اللي هو ده البيه نون المستوى ده البيه نون هنستندج من كده ان جيم ميم هتوازي به نون طيب تعالوا نكتب النسبة مع بعض يبقى جيم ميم على به نون اللي حيساوي ده الجيم على ده البيه اللي حيساوي تلاتة على سبع اسم ده رقم اتنين عندي هنا من المعادلة واحد والمعادلة اتنين هنا في المطلوب عملية ضربي بحضرب لو كان عملية جامع بجمع و هكذا فانا عندي هنا في الطرف الايمن نعوض به هي على جيم واو مضروبة فيه جيم ميم على به نون نعوض عن القيم دي به هي على جيم واو اللي بتساوي خمسة على تسعة والجيم ميم على البيه نون بتساوي تلاتة على سبعة يبقى خمسة على تسعة في تلاتة على سبعة الكلام ده حضرب طرفين في وسطين وبسط النسبة يبقى عندي واحد وعشرين به في جيم ميم حيساوي خمسة جيم واو في بيه النون وده المطلوب إثباته بعد ما شفنا عزائي التمرين المشهور في حل المسائل تعالوا نتابع مع بعض نظرية اتنين ونظرية اتنين بتكمل عملية توازي مستقيم مع مستوى أو توازي مستوى مع مستوى نظرية اتنين بتقول لي لو أنا عندي مستقيمين متقطعين بيوازي مستقيمين متقطعين في مستوى آخر فالمستويين المستوى المستقيمين الأولانين يوازي المستوى المستقيمين الآخرين تعالوا كده نكتب النظرية مع بعض ونشوف هميدة في تطبيق على المسائل والتمرين بنقول نظرية اتنين طبعا النظرية دي بدون برهان بنقول إذا تقاطع مستقيمين في مستوى وكان موازيين لمستقيمين متقطعين في مستوى آخر كان مستوى المستقيمين الأولين موازيا لمستوى المستقيمين الآخرين فأنا عندي مثلا في الشكل هون عندي ألف بيه بيوازي داله وألف جيم بيوازي دالواو وعندي بيقول لي ميم ألف به جيم ده هرم ثلاثي أخذت النقط دال وهيه وواو على الأحرف ميم ألف وميم به وميم جيم على الترتيب بحيث كان ميم دال على ميم ألف بيساوي ميم هه على هه به بيساوي ميم واو على واو جيم بسونس بيقول لي اثبت أن المستوى دال هيه واو بيوازي المستوى ألف به جيم وبعدين وإذا كانت كاف تنتمي لبيه جيم ورسمنا ميم كاف فقطعت هيه واو في نون بيقول لي فاثبت أن أولا دال نون توازي ألف كاف ثانيا ألف كاف تساوي ثلاثة دال نون ده هنا في المثال ده هنطبق فيه نظرية اثنين وأيضا هنطبق فيه نظرية واحد يبقى هنا التمرين شامل توازي بشكل عام توازي نظرية واحد ونظرية اثنين طيب تعالوا نفكر كده مع بعض في التمرين أولا عشان نسبة أنه مستوى بيوازي مستوى لابد نسبة أن المستقيمين في أحدهما بيوازي مستقيمين في المستوى الآخر طيب نتابع مع بعض الحل ونشوف حنرسم المستوى أهوان أو الهرم أهوان اللي هو ميم آلف بيه جيم والمستوى طبعا الو دال هي واو قطع المهرم زي ما احنا شايفين عايزي نسبة أن المستوى دال هي واو بيوازي المستوى آلف بيه جيم أنا عندي ميم دال في المعطيات ميم دال على دال آلف بيساو ميم هي على هي بيساو نص يبقى معنى كده ده نظرية طبعا قديمة عارفينها في المرحلة العددية إنه طبعا لما يبقى عندي هنا التوازي أو إن عند النسبة دي يبقى معنى كده إن فيه توازي يعني معنى دال هي حيوازي ألف بيه أسامي ده رقم واحد وعند أيضا ميم هي على هي بيساو ميم واو على واو جيم بيساو نص يبقى سنتج من كده إن هيه واو حيوازي بيه جيم أسامي ده رقم اثنين طبعا أنا عندي دال هي وهيه واو دول مستقيمان متقاطعان في المستوى دال هي هيه واو أسامي ده رقم ثلاثة وأيضا بنفس الطريقة إنه آلف بيه وبيه جيم دول مستقيمان متقاطعان في المستوى آلف بيه جيم أسمي دي رقم أربعة يبقى من واحد واثنين وثلاثة واربعة بنستنتج أنه عند مستقيمين متقطعين وبيوازي مستقيمين متقطعين في مستوى آخر يبقى معنا كده أن هنطبق نظريتين يعني المستوى الأول بيوازي المستوى الثاني وبالتالي يبقى المستوى ده هيه واو حيوازي المستوى آلف بيكي طيب تعالوا كده نشوف المطلوب الثاني هنعند المستوى ميم آلف كاف قاطع للمستويين المتوازين في دالنون وآلف كاف هتقول ليه هتقول أنه يبقى دالنون هيوازي آلف كاف طيب من التوازي ده بنستنتجي زي ما شفنا في الحلقة الماضية من التوازي ده لو دالنون لما بيوازي آلف كاف يبقى معنا كده أن المسلس ميم دالنون حيشابه المسلس ميم آلف كاف ومن التشابه احنا بنكتب النسبة نسبة تناسب الأضلع تعالوا نكتب كده تناسب الأضلع يبقى دالنون على آلف كاف اللي هتساوي ميم دال على ميم آلف يعني بتساوي تلت طيب نضرب طرفين في وسطين يبقى ألف كاف هتساوي تلاتة دالنون وده المطلوب اثباته تعالوا أيضا عايزين نشوف المثال التالي مع بعض بيقول لسين وصاد مستويان متوازيان ميم نقطة خارجهما بعدين ميم بي وميم دال وميم واو تقطع المستوى صاد في النواط بي ودال واو وتقطع المستوى صاد في النواط آلف وجيم وهي بقول لي فإذا كان ميم آلف على آلف بي بيساوي اثنين على ثلاثة وكان آلف جيم بيساوي أربعة سانتي وجيم هي بيساوي ثلاثة سانتي وآلف هي بيساوي خمسة سانتي ايه المطلوب بقول لي إذ بتأن المطلوب الأولاني قياس زاوية بدال واو بتساوي تسعين درجة المطلوب التاني بقول لي إذ بتأن محيط المسلس به دال واو بتساوي تلاثين سنتيمتر طيب تعالوا كده عايزين نشوف أو نرسم الشكل مع بعض زي ما احنا شايفين الشكلة هون وعند المستوى آلف جيم هي والمستوى بي دال واو الناتجين من تقاطع المستوى ميم باواو مع المستويين سين وساط طيب نرجع للمعطيات أنا عندي المستوى ميم بي دال ده بيقطع المستويين المتوازين اللي هم سين وساط في آلف جيم وبي دال على الترتيب بفهم من كده ايه؟ بفهم من كده إنه آلف جيم هيوازي بي دال طيب تعالوا نكتب النسبة مع بعض يبقى آلف جيم على بي دال اللي حيساوي ميم جيم على ميم دال بيساوي ميم آلف على ميم بي بيساوي اتنين على خمسة ده اسمع رقم واحد أنا عندي المستوى ميم دال واو بيقطع المستويين المتوازين سين وساط في جيم هي ودال واو على الترتيب أيضا بنستنتج إن جيم هي ده بيوازي دال واو يبقى معنى كده من التوازي أدركت بالنسب وطبعا التوازي احنا عارفين إنه هو مرتبط به يعني ما يوازي قطعتين مستقيمين بيوازه بعض في مسلس يبقى معنى كده أنه بنستنتج إن المسلسين دول متشابهين وبالتالي ممكن نكتب بالنسبة على حسب التشابه يبقى أنا عندي جيم هي على دال واو هيساوي ميم هي على ميم واو بيساوي ميم جيم على ميم دال بيساوي اتنين على خمسة أسمي دي رقم اتنين أيضا نقدر نزبط إن ألف هي بيوازي به واو ولما يبقى ألف هي بيوازي به واو هنستنتج أيضا النسب ده مع بعض نكتبها يبقى ألف هي على به واو اللي هيساوي ميم هي على ميم واو بيساوي ميم ألف على ميم بيه بيساوي أيضا اتنين على خمسة وسمي دي رقم تلاتة يبقى أنا عندي من واحد واثنين وثلاثة بنستنتج إنه ألف جيم على بهدال بيساوي جيم هيه على دال واو بيساوي ألف هيه على بهواو بيساوي اثنين على خمسة طيب ما تيجي كده نعوض بي الأطول له هي موجودة في المثال هنعوض عن ألف جيم اللي هو بأربعة يبقى أربعة على بهدال نعوض عن جيم هيه اللي هو بثلاثة يبقى ثلاثة على دال واو نعوض عن ألف هيه اللي هو بخمسة يبقى خمسة على بهواو بيساوي اثنين على خمسة من هنا نقدر نحسب بهدال ودال واو وبهواو بهدال ده هيساوي طرفين فوساطين يبقى عشرة سانتي دال واو هيساوي سبعة ونص سانتي والبهواو بيساوي اثناشر ونص سانتي طيب أنا عندي هنا ممكن هنا زي ما احنا شايفين نقدر نسبت أو نطبق نظرية في صغارز أنا عندي به دال الكل تربيع زائد دال وو الكل تربيع الكلام ده حيساوي 10 تربيع زائد 7.5 تربيع يعني بيساوي 156.25 يبقى به وو تربيع حيساوي 12.5 تربيع أيضا بيساوي 156.25 كده نقدر نطبق نظرية في صغارز يبقى أنا عندي الضلع الأكبر مربع الضلع الأكبر بيساوي مجموع ضلعي المربعين أو مربع مجموع مربعي الضلعين الآخرين وبالتالي يبقى به وو تربيع حيساوي به دال تربيع زائد دال وو تربيع اللي هي نظرية في صغارز يبقى معنى كده إنه قياس زاوية به دال واو هتساوي 90 درجة وده المطلوب الأولين طيب تعالوا كده نحسب المحيط محيط المثلث به دال واو اللي بيساوي طبعا مجموع أطوال أضلعه يعني حيساوي 10 زائد 7.5 زائد 12.5 اللي بيساوي 30 سنة وده المطلوب طبعا واحد تاني يقول لي طبعا احنا ممكن نحل بطريقة أخرى في حل آخر وهو إنه إننا أثبت إن المثلث ألف جيم هي بيشابه المثلث به دال واو وبالتالي عندنا قاعدة مهمة جدا وهي إنه التشابه المساحة على المساحة بتساوي مربع الضلع على مربع الضلع المناظر ليه والمحيط على المحيط بيساوي طول الضلع على طول الضلع المناظر ليه طبعا احنا ممكن نستخدم الحكاية دي يعني ممكن يبقى محيط المثلث ألف جيم هي على محيط المثلث به دال واو بيساوي 2 على 5 عوض عن عندي محيط المثلث ألف جيم هي بيساوي 12 يبقى 12 سنت على محيط المثلث به دال واو اللي حيساوي 2 على 5 أقدر أحسب محيط المثلث به دال واو مباشرة حيطلع نفس الناتج اللي هو 30 سنت يبقى هنا يا عزايب نعرف أو بنشوف بدى تطبيق نظرية واحد ونظرية اثنين وكذلك التمرين المشهور على حل المسائل فناخد بالنا كويس جدا ان احنا نزبط اذا كان في توازي مستقيمين في مسلث في مسلث نقدر ان احنا نزبط التشابه ومن التشابه نقدر نزبط النسبة وايضا ناخد بالنا كويس جدا من العلاقة ما بين مساحة المسلث أو مساحتي النسبة بين مساحتي المسلثين المتشابهين بتساوي مربع النسبة بين دلعين متناظرين فيهما وكذلك النسبة بين المحيطي المسلثين المتشابهين متساوي النسبة بين طولي دلعين متناظرين فيهما دي مهمة جدا بنطبقها في المسائل تعالوا نشوف ايضا المسائل اللي جاي مع بعض بيقول لي هنا ألف به جيم دال ده هرم ثلاثي سين وصاد وعين منتصفات ألف به وألف جيم وألف دال على الترتيب أولا نثبت أن المستوى سين وصاد وعين يوازي المستوى به جيم دال ثانيا بالإثبت أن المسلثين سين صادعين وبه جيم دال متشابهان ثالثا إذا كانت مساحة المسلث سين صادعين بتساوي 30 سنتمتر مربع فأوجد مساحة المسلث به جيم دال هنرسم طبعا الهرم السلاسي زي ما احنا عارفينه نرسم الهرم السلاسي اللي أقالف به جيم دال وطبعا عندي سين وصاد وعين منتصفات الأضلع اللي ألف أو الأحرف اللي ألف به هو ألف جيم وآلف دال على الترتيب لما بيقول لي إثبت أن المستوى سين صادعين يوازي المستوى به جيم دال ده المطلوب الأولين احنا قلنا عشان نثبت أن مستوى بيوازي مستوى يبقى نثبت أن مستقيمين في أحدهما متقطعين بيوازي مستقيمين في المستوى الآخر أيضا متقطعين طيب نرجع للمعطيات في المسلس ألف به جيم عند سين منتصف ألف به وصاد منتصف ألف جيم يبقى حنقول كده معنا كده إن سين صاد حتوازي به جيم وبالتالي يبقى سين صاد حتساوي نص به جيم نظرية احنا عارفينها من السنوات اللي فاتت يبقى سين صاد حتساوي نص به جيم أسامي ده موعد لرقم واحد عندي أيضا في المسلس ألف جيم دال عندي سين منتصف ألف جيم وعين منتصف ألف دال هنستنتج من كده نستنتج إنه صاد عين حتوازي جيم دال وبالتالي يبقى صاد عين حتساوي نص جيم دال وسمي دي رقم اثنين يبقى من واحد واثنين أثبتنا إنه سين صاد بيوازي به جيم وصاد عين بيوازي جيم دال وطبعا سين صاد سين صاد وصاد عين دول متقطعين في نقطة صاد وأيضا به جيم وجيم دال متقطعين في نقطة جيم وبالتالي يبقى المستوى سين صاد عين هيوازي المستوى به جيم دال وده المطلوب الأولين طيب من أيضا من واحد واثنين عشان نسبة بقى المطلوب التاني إنه المسلسين متشابهين احنا قلنا عشان نسبة المثلثين متشابهين بنسبة تناسب الأضلع او تساوي زوايا متنظرة فهينا طبعا بالنسبة للمسألة هنا تناسب الأضلع المتنظرة فحنقول من واحد واثنين عند سين صاد على بيه جيم بيساوي صاد عين على جيم دال بيساوي نص اسم دي رقم ثلاثة ايضا بنفس الطريقة ممكن نسبة انه صاد عين على جيم دال هتساوي سين عين على بيه دال بتساوي نص واسم دي رقم اربعة يبقى انا عندي المعادلة من ثلاثة واربعة عندي تناسب الأضلع او زي ما احنا شايفين تناسب الأضلع المتنظرة وبالتالي يبقى المثلثين متشابهين اللي هو المثلث سين صاد عين هيشابه المثلث به جيم دال وده المطلوب التالي مطلوب التالي بيقول لي اذا كانت مساحة المثلثين صاد عين بتساوي 30 سنتمتر مربع فاوجد مساحة المثلث به جيم دال احنا سبتنا طبعا المثلثين متشابهين هنستخدم الخاصية او النظرية اللي احنا قلنا عليها في حلقتنا ان انا ممكن اقول انه طالما المثلثين متشابهين يبقى النسبة بين مساحتي هما تساوي النسبة مربع النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما يبقى انا عندي مساحة المثلث سين صاد عين على مساحة المثلث به جيم دال الكلام دا بيساوي سين صاد على به جيم الكل تربيع اعوض عن مساحة المثلث اللي هو سين صاد عين متداني في المواطيات بتساوي 30 سنتمتر مربع يبقى على مساحة المثلث به جيم دال الكلام دا حيساوي 1 على 2 الكل تربيع يعني بيساوي ربع يبقى من هنا حضرة بترافين فوسطين اطلع مساحة المثلث اللي هو به جيم دال اللي بتساوي 120 سنتمتر مربع وده او ده المطلوب التالت بكده عايزة انه كنا وصلنا الى نهاية حلقيتنا النهاردة اللي تعرفنا من خلالها على تمرين مشهور اللي هو تمرين تاليس في الفراغ وايضا تعرفنا على نظرية اتنين وبكده يبقى كملنا توازي مستقيم مع مستوى او توازي مستوى مع مستوى اشكركم على حسن متابعتكم وإلى ان نلتقي في حلقة قادمة لكم مني اطغب الامنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة